رغم نعي البعض للمبادرة الفرنسية وأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن ما تبقى منها أفشل لا يزال الرئيس الفرنسي مصرا على إنجاح مهمته في لبنان وعدم الاستسلام فما كادت الإدارة الأمريكية الجديدة تستلم زمام الأمور حتى بادر إمانويل مكرون للاتصال بالبايدن أعقبه بيان من الإليزي يتحدث عن تقارب كبير بوجهة النظر بين باريس وواشنطن بقضايا أساسية عن أن فرنسا ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان شحيحة هي المعطيات المتوفرة من العاصمة الفرنسية حول التفاصيل أكثر عن وضع لبنان بمكالمة مكرون بايدن لكن ما تمكنت الأوتي في من الحصول عليه يفيد بأن استياء من المسؤولين اللبنانيين يسود في أروقة قصر الإليزي إذ بات رئيس الفرنسي على قناعة بحسب مصادر باريسية بأن جزءا من اللبنانيين لا يريد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لكنه يعتبر أن هناك فرصة أكبر للتعاون مع واشنطن حول ملف لبنان بوجود بايدن بعدما كانت هناك مساعا لعرقلة الجهود الفرنسية في لبنان بظل إدارة ترامب هذا خارجيا على خط لبنان أما داخليا فليزال الجمود يخيم حكوميا بظل كرة لا يزال يتقاذفها طرف التأليف فمصادر الرئيس المكلف تجدد التأكيد بأن الكرة بملعب بعبدة والحريري ينتظر رد رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها بالمقابل ترد مصادر مطلعة على جو بعبدة بإعادة الكرة إلى ملعب بيت الوسط وتقول القرار هو عند الرئيس الحريري ونحن ننتظر أن يبادر ويزور بعبدة بلا شروط ولا ضوابط ولا قيود أو أن يصارح رئيس الجمهورية بكل شيء حكوميا لا أن يضعه أمام توليفة أمر واقع حكوميا ويقول بعدها أنه ينتظر الملاحظات الرئيسة فرئيس الجمهورية سلمه كل الملاحظات أما ما حكي عن مسعى لحزب الله لوساطة بين عون والحريري فأفادت مصادر مطلعة لجوة من أدار للأو تي في بأن لا شيء في هذا الإطار مؤكدة أن كل الوساطة السابقة على أكثر من جبهة لم تؤدي لنتائج ملموسى وبالانتظار فلننتظر ما قد يرشح عن اجتماع كتلة المستقبل المتوقع افتراضيا غدا ترجمة نانسي قنقر